اهلا بكم من جديد عقدت في منتج عيكام ديفيد قمة جمعت الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع الزعماء والقادة الخليجيين وتناولت القمة حسب الإجازة الصحفية الذي تله ملفات سوريا واليمن وإيران وطمأن أوباما قادة دول الخليج من تنامي نفوذ إيران في المنطقة إضافة إلى تطورات الوضع في سوريا واليمن نسابع التقرير قمة أمريكية خليجية في كام ديفيد بالولايات المتحدة تعقد لبحث التطورات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تحيق المنطقة والمتوقع منها قرارات مؤثرة لحل الأزمات الراهنة في بلدان عربية عدة إضافة لكبح التهديد الإيراني والتدخل في الشؤون العربية وكان الرئيس أوباما استقبل الأربعاء وفود دول مجلس التعاون الخليجي في البيت الأبيض وذلك قبيل انطلاق القمة فقد استقبل أوباما في البيت الأبيض كل من الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد في لقاء اعتبره الرئيس الأمريكي فرصة للتذكير بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية فيما أكد ولي العهد السعودي على أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين الرياض وواشنطن الرئيس الأمريكي استقبل أيضا عبداللطيف الزياني أمين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الوفود الخليجية تمهيدا لانعقاد القمة وأبرم مشاورات حول القضايا الملحة التي سوف تناقش في كام ديفيد وكان ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سليمان بحث مع نظيره الأمريكي أشتون كارتر في مقر وزارة الدفاع الأمريكية المجالات الدفاعية بين الرياض وواشنطن وأكد وزير الدفاع الأمريكي على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية لضمان استقرار وأمن الشرق الأوسط وزير الخارجية السعودي عادر جبير أكد في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي جون كاري أن القمة ستركز على الأزمة في سوريا وعلى التحركات العدوانية الإيرانية في المنطقة كما أضاف جبير أن إيران تقدم دعما وتسهيلات للمنظمات الإرهابية لافتا إلى أن التحدي سيكون بتنصيق الجهود الأمريكية الخليجية من أجل مواجهة هذه التحركات العدوانية من جانب إيران ولمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا هيفي بوزو مراسلة أورينت نيوز من واشنطن مباشرة سليمان العقلي محلل سياسي ينضم إلينا مباشرة من الرياض والدكتور ديفيد بولك كبير الباحثين في معهد واشنطن للدراسات ينضم إلينا مباشرة من واشنطن أرحب بكم ضيوفي الكرام وأبدأ معك هيفي بوزو طبعا تم التطرق للملف السوري باختصار في اجتماعاتكم ديفيد نريد قراءة في الكواليس هيفي يعني هذه الاجتماعات هي بروتوكولية عادة يكون الاتفاق على أهم نقاط فيها قبل حدوث الاجتماع بحد ذاته وهذا ما يفسر غياب أربع قادة من دول الخليج يعني أربعة من ست قادة دول الخليج لهذا بسبب انخفاض التوقعات لهذه الدول طبعا مقارنة بالمطالب التي يريدونها من الولايات المتحدة طبعا يعني التوقعات اليوم من هذا المؤتمر وهذا الاجتماع هو تزويد دول الخليج بالأسلحة ومنظومات الدفاع التي طلبتها دول الخليج ولكنها ليست الأساسية دول الخليج تريد حزم أمريكي أكبر بكثير تجاه إيران وطبعا لا ترضى ولا يعني ليست يعني لا تقبل بالصفقة النووية مع إيران وهذا يعني الثوقعات التي يعني تحاول الإدارة الأمريكية إقناع دول الخليج بها ليست كافية بالنسبة لقادة دول الخليج بالنسبة للإدارة طبعا يعني هدف الإدارة الأمريكية من هذا الاجتماع هو إيصال رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما لأعضاء الكونغرس المعاديين لصفقة إيران ورقة تظهر بأن دول الخليج وافقت على الصفقة النووية مع إيران وطبعا لدى الإدارة الأمريكية أعداء كثر داخل الكونغرس وهو سبب سعي الإدارة الأمريكية لهذا الاجتماع مع دول الخليج اليوم انتهت الجلسة الأولى من هذا الاجتماع ولم يعني يكون هناك أي حوار حول المسائل الهامة وهي يعني قضايا سوريا واليمن طبعا قضية سوريا هي تعادة أكبر وأهم قضية بالنسبة لدول الخليج التي يعني يطرحونها اليوم في كام ديفيد ولكنهم انتهوا من الاجتماع الأول حيث تحدثوا عن المضادات يعني المنظومات الدفاعية لنقول التي ستدعم بها الولايات المتحدة دول الخليج ولكن يبقى هو التوقعات الأخرى يعني والتي تخص الملفين السوري واليمني والآن قبل قليل بدأ الاجتماع الثاني والذي سيتحدثون خلاله عن هذه القضايا الهامة جدا وفق هذه القراءة وما رصدتها هيفي يعني طبعا إرجاء الملف السوري إلى جلسات قادمة واجتماعات قادمة ما أهمية الملف السوري على طاولة كام ديفيد تحديدا هو يعني من أهم القضايا وهم يتحدثون عن القضية السورية الآن وليس فيما بعد يعني بدأ الجلسة الثانية من الاجتماعات والتي سيتحدثون خلالها عن القضية السورية والملف السوري والانتباعات هنا هاجر بأن الولايات المتحدة وطبعا انتباع العام في الإقليم وفي العالم هو انهيار النظام السوري لذا يعني نرى اليوم بوادر من الإدارة الأمريكية والتي تحاول أن يعني تظهر بأنها تدفع ثمن إرضاء دول الخليج بالانقلاب على النظام الأسد سمعنا التصريحات التي خرجت من البيت الأبيض قبل قليل وهي التي تقول التصريح الأول بأن الإدارة الأمريكية مستعدة لمراجعة خياراتها فيما يخص الأزمة السورية وسندعم مع المجتمع الدولي المعارضة السورية التصريح الثاني وهو الأهم بأن الإدارة الأمريكية مستعدة لمراجعة إنشاء منطقة حضر جوي وهذه التصريحات تعني طبعا الكثير ولها دلالة خصوصا مع استمرار الاجتماعات في كام ديفيد والموقف السعودي المتشدد والقوي جدا تجاه الإدارة الأمريكية وبالطبع انهيار النظام السوري داخليا وبداية انهيار النظام السوري لذا نرى بأن الأمريكية تحاول أن تواكب هذه التغيرات الإقليمية الكبيرة أشكرك هيفي بوزو مرسلات أوريونت نيوز كنت معنا مباشرة من واشنطن شكرا جزيلا لك أذهب لسيد سلمين العقيلي محلل السياسي من الرياض سيد عقيلي سوريا إذن محور نقاش لاحق بين أوباما وزعماء دول الخليج في كام ديفيد طبعا إذن ما هو الأولى على جدوى الأعمال هذا المؤتمر أو هذه القيمة نعم هو الملف الإيراني هو الملف الرئيسي في هذه القمة وتفرعاته الإقليمية لأنه الملف الإيراني في حد ذات الاتفاق النووي في حد ذاته لا أعتقد أنه عليه مشكلة من قبل الخليجيين إنما المشكلة هي في ارتداداته السياسية في المنطقة خاصة أنه رأينا الناطق باسم البيت الأبيض الليلة يحاول يحاول في كل ما أتي من تعبيرات أن يقول أن الاتفاق النووي محصور بالإطار الفني وأنه ليس هناك اتفاقات سياسية خارج الاتفاق الفني ولكن هذا يعني لا يمكن قبوله بهذه السهولة لأن التفاهمات السياسية بين واشنطن وطهران واضحة في الفترة الماضية وخلال الشهور الماضية لاحظنا يعني تفاهمات منذ 2013 وهناك تفاهمات فيما يتعلق بالموضوع السوري وفيما يتعلق بالموضوع العراقي اللي لفتني الحقيقة الليلة في كلام الناطق باسم البيت الأبيض أنه يعني أعلن عن استعداد واشنطن لمراجعة خياراتها السورية هذا أنا أعتقد أنه جاء بعد ضغط خليجي وبالذات ضغط سعودي لأنه الرياض ترى واشنطن موضوع استراتيجي في الصراع المنطقة سواء في الصراع مع إيران أو ما غيرها فأعتقد أن هناك ليونة سياسية فيما يتعلق بسوريا لكني لا أعتقد أنه وصل إلى مرحلة الحضر الجوي يعني هناك استعداد يبدو لأمريكي لدعم المعارضة بالأسلحة سوف نتطرق إلى الآليات سيد عقلي فيما بعد معي الآن الدكتور ديفيد بولك كبير الباحثين في معهد واشنطن للدراسات دكتور بولك يعني واشنطن استعدت لمراجعة سياستها كاملة في سوريا طبعا بالتنسيق مع شركاء والإشارة كانت واضحة لتركيا ما قرأت هذه التصريحات الأولية الآن أنا أعتقد أنه الآن نحن نرى تنسيق أكبر وأحسن بين الدول العرب من ناحية والتركية من ناحية وكمان يقال أنه هناك تنسيق أكبر وأحسن في نفس الوقت بين هذا التحالف والولايات المتحدة لكن بشكل صامت والمعنى أنه هناك الآن أنا أعتقد دوء أخضر من واشنطن لإرسال الأسلحة بشكل أسرع وعوسع وأحسن أفضل إلى المعارضة داخل سوريا في الشمال بوساطة تركيا وفي الجنوب بوساطة الأردن ولذلك أنا أعتقد أنه الحقيقة هي أنه التصريحات أقل أهم من العمليات يعني من التحرك في الميدان في الأرض ونحن نرى في الفترة الأخيرة نجاحات من قبل المعارضة في الشمال وفي الجنوب في محافظة إدلب وفي محافظة درعة وحتى على حدود سوريا واللبنان وهذا أنا أعتقد بسبب هذا إزدياد التنسيق بين مؤيدي المعارضة من الخارج طيب أعود لك سيد سليمان العقلي يعني واشنطن طالبت دول الخليج بموقف موحد من معالجة الملف السوري وبخطة واضحة خاصة هل تملك دول الخليج خطة بالفعل؟ أعتقد أن الخطة موجودة والدول الخليجية يعني ليست مفترقة على النقاط الرئيسية وليست مختلفة على الأهداف ربما يكون الاختلاف البسيط هو في التكتيك أو في طرق الوصول للأهداف فقط يعني بمعنى أن هناك اتفاق خليجي على أن الأسد يعني ليس جزء من مستقبل سوريا وليس له شرعية هذا يعني موضوع مجمع عليه هناك اتفاق أيضا على دعم المعارضة السورية المعتدلة الممثلة في الجيش السوري الحر والاختلاف الواقع هو في عملية الفرز بين الجماعات الإسلامية معتدلها ومتطرفها يعني هذه المنطقة الرمادية التي ربما يكون فيها اختلاف بين الدول الخليجية أو حذر ومن وراءهم طبعا واشنطن التي لدي حساسية من جبهة النصرة بالذات لكن الجميع متفق على إبعاد الدولة الإسلامية داعش والنصرة يبدو لي هي موضوع الخلاف بين الأفريقاء الداعمين للثورة السورية لأن النصرة لم تتبرأ من علاقتها مع القاعدة كما قيل ويعني رغم نجاحاتها الميدانية إلا أنها لا زالت يعني تعبر عن خط متشدد سياسيا وفكريا دكتور ديفيد بولونغ طبعا هذا التوافق بين زعماء الخليج وأوباما على الملف النووي الإيراني هل من الممكن أن يؤثر على ملفات أخرى مطروحة طبعا على طاولة كام ديفيد وخاصة كم يمكن أن يؤثر على الملف السوري والقضية السورية نعم الحقيقة أنه حسب التقييم العادي في واشنغتون وحسب تقييم الشخصي الحقيقة أنه كل هذه الملفات مرتبطة مع بعض ولذلك ليس هناك فرق جوهري بين الملف النووي الإيراني من ناحية والملفات الأخرى يحتوي على الملف السوري لكن الولايات المتحدة الموقف الرسمي الأمريكي هو أنه الملف النووي الإيراني أهم الأولويات أول الأولويات في علاقات أمريكا مع المنطقة بشكل عام في هذه الفترة والملف السوري أو الملفات الأخرى في درجة الثانية أو الثالثة وأنا أعتقد أنه بنسبة لدول الخليج ولقيادة العرب بشكل عام في المنطقة التقييم هو الأقس يعني الملف السوري والتموح إيران والتدخل إيران في اليمن وفي الخليج وتهديدات إيران غير نووية هي الأولوية الأولى أهم الأولويات في مواجهة إيران ولذلك هناك نوع من التناقض أو التوتر بين التقييم الرسمي الأمريكي من ناحية والتقييم الخليجي والعربي من ناحية أخرى والمفروض الآن هو حسب رأيي هو الدمج دمج هاتين الأولوياتين الملف النووي والملفات الأخرى ملفات تدخل إيران غير النووي في المنطقة في سوريا وفي اليمن وكذا وكذا الدمج هاتين الأولوياتين إلا استراتيجية موحدة عربي أمريكي أعود إليك سيد عقيلي طبعا نعود إلى نقطة الآليات التي بدأت بالتحدث عنها هل يمكن القول الآن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف جاء إلى كام ديفيد وبيده مخطط متكامل هذا المخطط يشمل القضاء على الأسد وتنظيم الدولة في آن واحد طبعا وقد تحدث عن دعم الثوار وأيضا عن مناطق آمنة هل هي الآليات أو الخطة المتوقعة؟ نعم الأمير محمد قبل أن يكون وليا للعهد وقبل حتى أن يكون وليا لولي العهد في بداية العام يعني هو أمسك بالملف السوري بصفة وزير الداخلية خاصة بعد يعني عفاء الأمير بندر بن سلطان رئيس المخابرات من المخابرات العامة والأمير محمد لديه اطلاع كامل على تفاصيل الموضوع السوري وسبق أنه سافر إلى واشنطن وناقش الأمريكيين فيما يتعلق بهذا الملف وملفات الإرهاب وكل القضايا المنطقة ذات الطبيعة الأمنية وأنا أعتقد أن الأمير محمد لديه يعني فهم للموقف الأمريكي كما أن الأمريكيين يتفهمون الشروحات والرؤى التي يقدمها ولي العهد السعودي بصفته هو الممسك بهذا الملف وإذا يعني وضعنا مقاربة نجد أنه تطوير الموقف الأمريكي من الموضوع السوري يعني يتوقف على تطوير الرؤية نحو تطرف الإرهاب يعني يجب العزل الكامل بين الثورة بمكوناتها الإسلامية حتى والعلمانية وبين العناصر الراديكالية المتطرفة الإرهابية هذا إذا أردنا نضاج دعم دولي للقضية السورية العادلة وأنا أتفق مع الدكتور ديفيد في رؤيته لهذا الموضوع وبالفعل يعني الموضوع السياسي الموضوع السياسي يتملك الهواجس الخليجية بينما الموضوع الأمني يعني مسيطر على الهاجس الأمريكي هذا واضح جدا في القمة وأنا أعتقد زي ما تفضل الدكتور ديفيد أن المزج بين الرؤيتين بمعنى أن الخليجيين يطمنون أمريكا في إجراءات الحرب على داعش وتفرعاتها المتطرفة والإرهابية بينما يقبضون موقفا واضحا واضحا لأن مشكلة الموقف الأمريكي هو الغموض فيما يتعلق بالرؤية تجاه القضية السورية أشكرك سليمان العقلي محلل سياسي كنت معي مباشرة من الرياض وأشكرا للدكتور ديفيد بولوك كبير الباحثين في معهد واشنطن للدراسات كنت معنا مباشرة من واشنطن ختم هذه الحلقة من تفاصيل المشاهدين لهذا الأسبوع شكرا على سيب المتابعة دمتم في أمانيلا